السلام عليكم اتمنى انكم تكونوا كاملات وكاملين بخير وانكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر اهم حاجة في الدنيا هي الصحة والسلامة والفلوس اللي نقدروا اننا نعيشوا بهم وضروري خسنا يكون عندنا واحد تفكير واحد بعد النظر واننا قبل ما نديروا اي حاجة نخدموا العقل دياننا وما نخدموش العاطفة والمشاعر او الرغبة دياننا فيديو اليوم هو حساس وممكن يكون نسبيا خطير وممكن في المستقبل انكم في المستقبل قريب بحكم ان الناس او الناس اللي كيشوفوا اليوتيوب او المشابعات ديال هاد القنوات بحاجة زبيلة كيقدرو يتعرضوا لاي عملية احتيال بواحد طريقة اللي هي سريعة يعني اوفرنايش بين ليلتين ووضوحاها كييتعرضوا ومنتا ندروا على زبيلة اللي باش نسطر عليها رمكيناش هي الوحيدة انا ممكن نهضر علي اي وحدة والوقت اللي بغيت بالنسبة الناس اللي تقولوا لي اللي ما تهضريش وما عندكش الحق الى كنت يا ختنتي يا مقموعة وما تتقدريش هضري فانا الحمد لله كبرت واحد البيئة اللي نقدر نعبر على الرأي ديالي ولكن في الحدود يعني ما كان قاديش الناس وهذا هو الهدف من القناة انه كين بزيف البنات اللي كيتنصب عليهم يوميا كيحتالوا عليهم كيتكنت مننا انني هاد الفيديو ندروا مباشرة صوت وصورة ولكن بحكم دورو في العمل وعادة جيش وقلت ضروري خسنون دير هاد الفيديو على الخيط الاحمر اليهودي اللي كتلبسو زبيلا شانال زبيلا ممكن قولكم زبيلا راه زبيلا زبيلا ولينا كنشوفو هاكي في اليوتيوب المغربي وهذا في مصلاحة كومتوما اما انا يصعيب انه يجيش واحد ويغمق عليا لانني يعني دائما كنرد البال وهذا هو الهدف غندوزو الخيط الاحمر اليهودي اللي ممكن اي وحدة فيكم دابا غت مشي تقلب عليه وغت امن به وهو كنسطر عليه باللي هو الخيط الاحمر اليهودي اللي كتلبسو زبيلا نتمنى انكم تشوفو الفيديو لان هذا الخيط عنده قصة وقصة مرتبطة باليهودي فكيف يعقل اننا نحن مسلمين ونديروا واحد تميمة واللي هي محرمة في الاسلام وممكن نقوله تميمة بحالة تقول واحد سبوب ولا كتعلق واحد الاحجاب ولا باش انه باش انه توصل واحد الهدف انه يحميك والحاميه والله سبحانه وتعالى تميمة الناس اللي الليعارفين شوية بالدين عارفين باللي هي رهية حرام وهاذ الخيط اللي دير زبيلا فهو عنده قصة وحرامون، حرامون لأنه ما عنده شي علاقة بالدين الاسلامي بالنسبة الناس اللي كيasionلوا عندي وديروا نفاهم الدينات��� لالحلال و الحرام خاشكم تعارفو بعد الدين ديالكم عادة تطوز مع هالدين تuireض méth dellحلال و الحرام هاد بخير بالمناسبة عنده علاقة بالكابالا الناس اللي معايا راهم الحمد لله على واعي وكشبو لي في الكومنترات هاد الخيط عنده علاقة بالكابالا واحد المذهب اللي هو صوفي في الديانة اليهودية اللي كيرتابط دائما بالمعتنقين دياله ديالها الديانة كابالا تقريبا من اقدم الديانات على الكورة الارضية ومعتنقين ديالها الديانة ديما كيديروا مثلا هاد الخيط اعتقادا منهم بالسومور روحي ولانو غيش بليهم الفلوس بحزة بيلا بغى الفلوس وبغى الشهراء اللي كي حيد عليه الحسد والعين هو كي يعتبرو هاد الكابالا من سحر يعني من سحر من طقوس ديالهم او طقوس يعني شي حاجة لي ما عنده تشي علاقة بالدين عنده علاقة بالجن عنده بزفت الفعيل اللي هما خيبين كيتباركو بيه ومرات كيوصل مثلا هاد الخيط كيوصل انه مثلا كيجيبوه ولكن يمشي ويدوزو على القبور ديال اولياء ديالهم يعني هو من طقوس ديال اليهود ما عنده تشي علاقة بالزبيلة ولدين الاسلامي واللي معروف ان هاد الخيط الاحمر اليهودي كيلبسوه بزاف ديال المشاهير كتقس من طقوس بالنسبة النساء وغالبا هاد كيبدار بالنسبة الليهود كيبدار جال في ليمن ليد ليمنية والعيالات كيبدار في ليد لاسرية والهدف منه هو الحصول على التروع وكين عنده بزاف طقوس وهو هاد اللي لاحظته إلا كانت زبيلة فعلا ديرها هادي فهي را مصيبة كحلا فين وصل الناس بيهم الرخص زبيلة سطروا عليا وهاد شي اللي كنقول لكم انا را المتابعين ديالي هو من اللي لفتو الانتباه وكين صورة غن حاطاليكم فلول ولا حاطاليكم صورة مصغرة دياللي الدين ديال زبيلة هاد الخيط كيشدوه يعني من التقوس ديالهم انهم كيعقدوه سبعة ديال العقدات كيف كتشوفوه سبعة وعندهم واحد ثالات يهودية ديال كابالا معروفين بها هاد الكابالا او واحد دين اللي هي قديمة ديال الصوفيين لانه هاد الخيط الحمر من الصوفيين اللي ارتابطت العقيدة ديالهم يعني ارتابطت العقيدة ديالهم انه كيبعد العين والحاسد وحاجة اللي حرام في الدين الاسلامي ديالنا شي حاجة اللي معروفة بالتاميمة هذا اعتقاد ديال اليهوديين وديال الكابالا وكانت الان من اشهر الناس اللي دارو المغنية مادونة الاسطورة اللي اول وحدة دارتو رطات الخيط في لدها اليسرا في المعصام الايسر وكي قلت لكم كي دارو فقط العيالات وهو داخل في الحركة اليهودية ديال كابالا يعني هما كي قلت لازم يعني القصة اللي عرفت دياله انه لازم ومعروفة شي الناس اللي متبعين في قناة عارفين المسألة انه لازم تعقدو سبعات ديال العقدات كدار فيهم واحد صلاة يهودية وكديروه فيه واحد الماء مقدس هذا الماء اللي منتي يمشي شي واحد الوليدات صغار واذاك شي تغسلوه فيهم وتخيلو معايا انه كيوصل هاد الماء كيوصل يعني اونلاين في الانترنت حتى ال 50 اورو وهاد الماء المقدس كيجيبوه من اسرائيل يعني كيجيبوه من المقدس من المقدس الرطة ديال هاد الخيط كل شي بعيد على الاسلام البنات والمتابعين والمتابعات العزيز لي يعني هذ الخيط كيكونوا كييروه في الماء المقدس عنده واحد طاقوس عنده زيا كييروه يقولوه من اسرائيل ولكن هذك البلاسه الي كيجيبوا مننا را هي في فلسطين يعني لما غالباً كيبيعوكي اللي كيقولك 20 أورو مرات كيوصل حتى 50 أورو وكيسميوه الخيط الأحمر المسحور اللي كيتماشى اللي كيتماشى وهذا هو الخطير في الأمر باش في المعتقدات ديالهم أنه هاد الخيط أنه ديال المفعول دياله في الصاليب يعني كي اللي كيعلق الصاليب عادي بها المعضونا وأخوات وها ليوناردو ديكابريو وبزاب ديال المشاعر وكين اللي كي ديرو مع الصاليب يعني هادك الصاليب كي ديرو فصاك دياله في الماريو وشغلو هادك الله أعلم أنا سأنادر لكم على الخيط ولكن فعلاً زابيلا زابيلا المزبلة دياله هادك الخيط را هي مقساش عالمية ومقساش بالنسبة للمغرب وممكن أنكم شوما يوماً ما تلقوا رأسكم كيتشيريوه الخيط الأحمر المسحور اللي كيتماشى مع صاليب كي قلت لكم كي اللي كيخبيه في الماريو كل واحد فين كيخبيه ماشي شغلو هادا وهذا كيدخول البنات في الشرك بالله بالنسبة اللي كي تجي عندي تتقول يا حرام وحلال كين الأغلبية اللي ما عارفاش هاد القصة ضروري دائماً أي حاجة طوالينا إن ان بحثوا على قصة لحسب العلم ديالي ولحسب التفكير ديالي هاد شرى حرام البنات فهمش لأنه عنده طوقوس كي اللي كيشعل معهش مع كل واحد آشنه كيدير واللي بالصح نتكي وقع فض القصة وكي تماشى مع زبيلة شانال أنها مرة مرة تطلع وتتبقى تقول لكم أنا غندي ذهادي أنا غن تحدى العالم أنا غن نجح في المغرب يعني كتبقى هاداك الاعتقاد بحلنا تتبرم جراسك واحد الاعتقاد داخل في تخرب يقض زرب يقض فهمتي الاعتقاد أنك غتنجح وذلك شي باش تكون زعماء بوزيتيج تفكر بوزيتيف والله سبحانه وتعالى رهو أرزاق فهمتوا البناس يعني الخيط الأحمر رهو ما داخلش في العقيدة الإسلامية الخيط الأحمر في العقيدة اليهودية وبالنسبة للمسيح فهما ما كيقبلوش هاد المسألة دي الخيط الأحمر وهما ضد مسألة تميمة تخيلوا معايا ضد مسألة تميمة لأنه حتى هما كيعتبروها من الشرك وكيكتفيو فقط فقط كيكتفيو بصاليب هذك اللي كيعلقو فقط أما بالنسبة اليهود فهذا من تقافة ديالهم ومن توقوز ديالهم التميمة أو الحجاب فهي واحد الحاجة اللي هي يحراموك تعتبر شرك 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 مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهذا الخيط الأحمر كيلبسوه تلامدة مدارس اليهود أو مدارس الكابالة اللي يخليكم هذا هو الهدف من الفيديو هو أنكم تستفدو يعني تقدرو في أي لحظة أنكم تاردو نصبوا الاحتيال ويشباع لكم هذ الخيط بأتمينة اللي غالية اللي يخلى يبيع لكم كولاجين وأليس من سوق فيقدر يبيع لكم أي حاجة وبالمناسبة عندي بزاف تعلق وبزاف تلميساجات يقولوا باللي زابيلا شانال كتنصب على الناس كتنصب عليهم نصبا فضيعا وللأسف ما عرفش علاش ما كيقدروش إيريك لامي هذا كان فيديو اليوم ولا بغيتوا البنات كتبوا لي في الكومونتار إلا بغيتوا فعلا نكتب ليكم تعالق دي الناس اللي يخلصوا زابيلا شانال ومعطاتهم تسلعة ديالهم هذا هو الهدف من القناة تمنى أنكم تكونوا باخير وشبقوا ديما فايقين وما تخليوا حتى شي واحد في الدنيا أنه يضحك عليكم يستغلكم قبل ما تديروا أي حاجة قرأوا عليها تعلموا حلوا هذك الرأس والفلوس اللي كتضيعوهم على أهاب تخرب يقود زرب يقود ربحوا بهم الناس أخرين انتم ما أولا بهم اللي يخليكم تهلوا في رأسكم تهلوا في رأسكم بدوكم فلوس كيني بزاف ديال الحاجات اللي ممكن أنكم تديروهم بهذك الفلوس وأي حاجة أي حاجة ما أعطاهش لكم طبعا يب ولا أي حاجة ما قارنش عليها وما عارفين شنية عافقوا ما تديروهاش كانت معكم حياة والفيديو آخر وإفادة أخرى سلام